أظهرت الانتخابات الرئاسية 2024 الوجهة الحضرية والديمقراطية الذي تعيشه مصر فالجميع يتنافس بطريقته في دعم وطنه في مواجهة كافة التحديات وهو ما جسده المشاركة غير المسبوقة في العملية الانتخابية كما أظهر استقبال الرئيس السيسي للمرشحين السابقين مدى تقدير الدولة لدورهم الوطني حيث أصبحوا جزءا من صناعة القرار الانتخابات الرئاسية 2024 تعد بمثابة صفحة جديدة في عمر الوطن فهي ليست كغيرها من الانتخابات السابقة ولكنها كانت مرهانا على حب الوطن ودعمه ونموذجا لوعي المواطن بقضايا وطنه وتأكيدا على أن المصريين في الأزمات لا يعرفون سوى دعم وطنهم في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة الصورة المشرفة التي ظهرت بها مصر خلال أيام الانتخابات الرئاسية لم تكن من باب الصدفة ولكنها مجهود سنوات عديدة عملت الدولة بكافة أجهزتها لجعل المواطن شريكا في كافة الأمور تكشف له التحديات وتشاركه الحلول وكان دوما يختار فيها الوطن وهو ما جعل نسب المشاركة غير المسبوكة في الانتخابات هي النجاح الحقيقي للعملية الانتخابية حيث عكست وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية القيادة السياسية قدمت الطربة الخصبة لهذا الحدث الدستوري الأهم عبر إطلاقها للحوار الوطني لتشارك فيه كل شرائح المجتمع وتطرح من خلالها الرؤى ما قدم زخما كبيرا للحياة السياسية في مصر مشهد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائز بالانتخابات لمنافسيه في أول نشاط رئاسي له عقب إعلان النتيجة يعد بمثابة صورة حضارية جديدة تقدمها مصر للعالم خاصة وأنه المشهد غير المعتاد في أكبر الديمقراطيات على مستوى العالم ويعد بمثابة دلالة على استمرار حالة الانفتاح والزخم السياسي التي تشهدها مصر وتقديرا من الرئيس السيسي للأداء السياسي للمرشحين الثلاثة وتقديره لدورهم في إثراء التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري رؤساء الأحزاب والمرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية قدموا رؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية إلى الرئيس السيسي وهو ما يؤكد أن الجميع يعمل من أجل خدمة الوطن حيث أصبحوا بخوضهم العملية الانتخابية جزءا من عملية صناعة القرار ليكون الفائز الوحيد في هذا المشهد الحضاري هو الوطن ترجمة نانسي قنقر